موسيقى موسيقى في انتظار انشاء هذا المشروع بناهي سلطة البحري كانوا متطلبات لموزش مهنتهم وفي الإطار وكالة في 2016 وضعت هنا محلات مؤقتة لوضع موزش مهنة وإشتعالهم هذا المحل المؤقتة تم تشيل محل استفاد منه 61 مهني في انتظار إنشاء نقطة تفريغ النقطة تفريغ لما تم إنشاؤها استفاد المهنيون المحل الجديدة وكان منتظر أن هذه المحلات الأخرى المؤقتة تسليم الوكالة لإزالتها إذا لم تكن معلومة للمشكل في الصراحة مش مشكلة كبيرة وانا مشكلة فقط كان هذه المحلات هذه مما أن المهنيين وكان الشغل مدخل داخل نقطة تفريغ هالمحلات هذه وكانت مرتع الأسبال والانشطة غير مشوعة في 2018 تم عقد الشيما على مستوى عمالة سالة بمحضور السلطة المحلية والتعاونية للمهنيين الإشارة أن المهنيين التأموا في إطار تعاونية اللي كنحبدوها اللي كنستحسنوا لوجود ديالها التأموا في إطار تعاونية ودرسنا هذه النقطة وعلى أساس أن المهنيين يسلموا هذه المحلات لإزالتها كان بين النقطة اللي هي كد مطارفة للجماع أن المهنيين يعانون بعد مشاكل في مستوى مهنيين في ميناء وضغط تفريغ وخصوصا بعد أحدث أفرين فعطة اللي كانت الظروف المناخية اللي أثرت على العمل الميناء والوكالة التزمت في هذه الإطار أنها تعمل على تحسن الميناء الشيء الذي قامت به وحال الميناء هو في حلق اللي يمكن قوله إنه يمكن تمكن مهني ينشتغل بطريقة وقوله معقولة وحنا وخاء يعني عملنا هذه المشروع المشروع الكامل حنا ما زال إنه يكن نشتغل لتحسن الظروف ولي اجتجابة لجميع متطلبات المهنيين دي القطاع طبعا لتحسن الظروف عملهم والاقتقاء بالعمل للعمل اللي يرهم هذا هو إذن تمام العمل هذه فالإطار حنا يعرف إنه قمنا بإجراء لك النقطة في حضور سلطة المحلية وفي سيد البشاو والقائد الندق تيزم كان يتعلق بتسليم المحلات من تحلل مؤقتة ما سلموهمش لأساس أنهم إنه قد نقطة تفريغ فيها مشاكل يعني كان يرغض بين المشاكل إلى نقطة تفريغ ومن تسليم المحلات ولكن مع ذلك النقطة هذه تم تجواجد قبل قليل اجتمعت بالتعاونية ودرسنا هذا الإشكال وانتباح استهل نفسها كانت تقول هذه المحلات التي هي قديمة تهانس النقطة السوداء يعني تزوجنا هذا الخلاف وهناك بعض مشاكل نقول تقنية وعملية سيتجم الدرس تم درستها وسيتم إن شاء الله تجودها في القابل العاشي لا تنساش تابنى فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هز براس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر